دائما نتواصل ويتواصل التجوال في كلها كان في السودان نعم كبكابي كبكابي في الصفت كذا الماء والخضرة نعم حرش نشوف الماء والخضرة والماء اختار خط واحد كده البداية لكن هو جمال سوداني خالص الطبيعة نشوف كبكابي المسافر إليها جوا أم من هو سائر في شوارعها لا يرى سوى الخضرة والماء الدفاق فخريفها غير كل فصول سنتها خيرات تتدفق لتحبل أشجارها بشتى أنواع الفاكهة والخضروات والثمرات إنها كبكابية سلة غذاء شمال دارفور كما يطلق عليها ومع إطلالة كل يوم جديد تصح المدينة فرقرا لتتفجر شوارعها حيوية ونشاطة والكل يقول حيا على الفلح من يذهب إلى زراعته ومن يسرع للحاق بطابور الصباح لبيت يا أرض التجاعة والملاحن في جمي فإذا فديت فتسلمي وبما أنها أرض خصبة وولود كان سكانها كذلك فقبيلة الفور التي أورثت هذه المنطقة لم توقفها على نفسها بل فتحت ذراعيها لقبائل بن دارفور وأخرى من خارجها ليعيش الجميع تحت مظلة كبكابية قبيلة الجميين رغم أنها وافدة من الجوار الأفريقي إلا أنها اتخذت لها موقعا على طرف الوادي وصنعت لها اسم برقصاتها التي تعود إلى الصحراء الإفريقية دارفور لا يوجد فيها نيل أو بحر ولكن الله جل وعلا حباها بأودية تضاهي سحر النيل الخالد وروعته وادي جرغو الذي يمتد إلى ما بعض البصر يتدفق كالنيل في ذروته يخلب الوجدان ويحفز على ميلاد الأغنيات والأشعار والمخاض هنا ليس عسيرا فالطبيعة تيسر كل عسر لكلمة أو لحن وكما قلنا فإن الطبيعة الساحرة تغري كل من بنفسه جمال أو شيء من فن على رسم لوحات تبرز وجه كبكابية كما هو وهنا الخيال لا يدعب كثيرا لأن عناصر ما يحتاجه لرسم لوحة موجود ولا يحتاج إلى كثير عناء وما خفي عن كبكابية أجمل مما عرفناه بكثير فلقبائلها عادات وتقاليد تستحق إبرازها للآخرين وكذلك لمبدعيها جميل القصائد والأرحال فقلوب شمسها وحده له ألف حكاية وحكاية جمال سودان يا أصير كل تأكيد كبكابية وكل مكان في السودان دائما من أنه دائما ما يعرض عبر الكاميرات صباح الشروق يحقق لكم ودعت الفائدة والمشاهدة أيضا مشاهدنا الأعزاء شكرا